وبالنسبة للأمور السلبية التي بجوز استضمت فيها أو انصدمت فيها يعني حسيت أنه هاي الأمور ما كتعرفان أنه موجودة بالوسط أو ما قدرت أتأقلمت معها واحدة من بين الشغلات اللي أنا أفكر فيها دائما أنه نحنا ما عم نقدر ندافع عن وسطنا كما يجب نحنا الموسلين نحنا الفنانين لازم بلحظة من اللحظات نأخذ قرار حاسب بأن هذا الوسط ليس الصورة اللي هو عليها ممثل المصدر نحنا ببساطة شو المصدر وشو الصورة؟ نحنا ببساطة مصلط علينا الضوء يعني هلأ بعد ما تنضج بالمعرفة أنا حتما عندي أصدقاء من الوسط الطبي من الوسط السلك الأمني وعندي أصدقاء اللي علاقة بالسلك القضائي فبعرف فكل مهنة إلى مشاكلها ما يحدث في هاي الأوساط اللي أنا ذكرت أو غيرها نفسه بيصير بالأوغر نفسه أكتر ما أكتر بس هداك واضح أو بيطلع لأنه لأنه تحت الضوء تحت الصورة فلذلك أنه لا أنا بدي اليوم دافع ولأن الوسط الفني ما له بهاي الصورة المشوهة اللي أنتو بتحكو عنها مين اللي بيشوه صورة الوسط الفني الإعلام بتسليطه ضوء على بعض الظواهر دونا عن غير أوساط العاملين في هذا الوسط لما هنن اللي بيحكو عن هاي الأمور مين اللي بيشوه هالصورة؟ مين اللي بيطلعها متل ما عم تتفضل أكبر مما يجب؟ متهم الوسط الفني اليوم بهامش حرية غير موجود ببقية الأوسط صحيح فلما بيكون هامش الحرية عندك كبير تتجه العيون والأنظار عليه سواء كانوا صحفيين ولا إعلاميين ولا حتى جمهور نفسه كل آياتهم متهمين بلحظة من اللحظات بتصدير هذا الوسط لما هو ما عليه ولكن هاي منح حقيقة أنه اليوم الفنان أكثر حرية ألا يجب أن يكون أصلاً الفنان حر بالمطلق لحتى يكون فنان حقيقي؟ أنا شايف أنه كل إنسان منحقه يكون حر بالضبط لا ما لي شايف أنه سقف الحرية لازم يكون عند الفنان برتفع أكثر من غيره لا يعني لأنه مو كل شخص يقدر يعبر الفنان يمتلك أدواته الخاصة بالتعبير وحتى يقدر يعبر صحيح لازم يكون حر مو هذا اللي عم نشوفه اليوم نحن اللي شايفينه اليوم الفنان أقل حرية من غيره وأقل تعبيره من غيره ايه تماما شوف السوشال ميديا اليوم لا يحق للفنان أن يكتب وجهة نظره لأنه رح تهاجم ولكن شوف مئات وآلاف الحسابات الوهمية والحسابات الغير وهمية بيقدر يكتب وجهة نظره بكل ارتياح لأنه ما علي مسؤولية أصلا الفنان علي تقع على عاطقه المسؤولية يعني إذا طلعت أنا حكيت رأيه بوجهة نظر بمشكلة ما بقضية ما هاي تعرض للضوء وبقى أشوف الانتقاضات بس ما هذا الشيء الطبيعي لأنه أنت كفنان أصلا تحت الضوء ايه فكلامك كمان بس هاد بخليني أسأل حالي مئة مرة سؤال هل يجب علي الإدلاء برأيه بهاي القضية أو لا شو الجواب أحيانا في معارك أنت ما لازم تفوتها مو لأنه أنت في مقولة بتقول بالحياة اختر معركتك ما في داعي في أمور تصد معارك مجانية ما في داعي ولكن يوميا بتحديد المواطني السوري يوميا أنت عندك قضية قضيتين ثلاث قضايا تطرحوا جهة نظرك صحيح وقد يجوز تكون أقرب للمنطق وقد يجوز يكون علاج المشكلة ولكن ما معقول هذا الجدال ما بيخلص تتجنبه ما في داعي كتاب تقول لي يقال أنه الوسط الفني هو أكثر حرية من غيره على أساس أنه فيه انفتاح بهذا الوضع ما أنه مزبوط هاي إشاعة؟ لا الوسط الفني أبدا لا يملك من الحرية أكثر من غيره شو بدك على مستوى الأفكار؟ يعني يقال مثلا أنه اليوم الفنان فنان مطلع مثل ما تفضلت التجربة والدراسة وغيرها وبالتالي ممكن يكون عنده رؤية العوام أو الناس البسطة ما عندهم إياها فبالتالي تجعله هذه الرؤية أكثر انفتاحا تجاه بعض المواضيع الحساسة تجاه بعض الأمور يلي ممكن البعض يعتبروها تبوه هو يكون قادر يحكي عننا قادر يعبر عننا وقد يكون بعيش بحياته له قناعاته الخاصة ممكن يكون يعني هذا منه صحيح؟ أنه اليوم الثقافة الواسعة الاطلاع الواسع ممكن يجعلك أكثر تحرراً وانفتاحاً في بعض الأمور مية بالمية مية بالمية أنا واحد من الأشخاص اللي بعيش هامش الحرية هاد اللي عم تحكي عنه بس بحياتي الخاصة مالي مضطر أبداً صدر على الغير لأنه حكم الغير ما رح يكون حكم زوي بالنسبة لي أنا أكثر الناس اللي بعرف عن حالي وبعرف حالي إذا بقدر أفعل هذا الفعل ولا لا اليوم الفنان هلأ قدر الإمكان صدر حالي كي يكون ليش؟ ليه المثالية ليه لازم يكون الفنان مثالي ما نقال أنه لازم يكون مثالي بالوقت اللي نحن نشوف فيه فنانين العالم المهمين الفنانين الكبار كل واحد عنده قضية ومعاناة ومأساة وفي بعض الأحيان أمور ممكن نحن نعتبرها مشينة حدثت معه قالة واعترف فيها وتحدث عن نوات صالح معه والجمهور يعني بيحبه نحن مجتمعنا أنا مجتمع شرقي ما بيرحم بلحظة من اللحظات هلا أنا عمقول أنه أنا أنا بساعة من الزمن معك أنا مضطركون مثالي وأنا مع ما ليضط مع ما ليضط هذا ما بعتبر نفاق لا أبدا أبدا ما ليضط يعني إذا أنا ارتقيت أني أنا عندي مشكلة بتصرف ما ولكن أنا ضمنيا كجوان خضر معترف أنه هذا التصرف غير مثالي وغير جيد هل يجب علي أن أرويج لهذا الفعل؟ يعني أنا مبتلى مبتلى بأحد بسلوك ما أنا أعتبره غير جيد هل يجب علي أن أطلع سوقه؟ أو لوجله؟ أنا قصدت هل هناك تناقض بين ما يفعله أي شخص يعني أنا شخص أدعي المثالية ولكن لدي أخطاء بنفية تماما أو ما بعترف فيها أو يكون على نقيدة أمام الناس يعني هذا منه نفاق؟ منه الزواجية؟ لا لا ما له نفاق ما له نفاق إذا أنت بلحظة من اللحظات عندك عيب ما وأنت معترف فيه وبتعرف أنه مش كعيب أنا بأصده اليوم مثلا أي موضوع أنا شايف أنه صحيح لا يعنيلي بشكل مباشر شايفه أنت صحيح؟ مثلا عم نقول مثلا قضية شايفة صح قضية معينة رأي عالمي أنا معه متعاطف معه أطلع أقول على الهو أنا ضده بس لأكون مثالي في الوقت اللي أنا معه ما بيعنيلي بشكل مباشر ولكن أنا مقتنع بالنصف مثلا هذا موضوع تاني أنت قصدت عن الفرق بين الممارسة الأمور الفعل وبين تصدير هذا الفعل أو الترويج لهذا الفعل مئة بالمئة إذا أنا اليوم نحن كلهاتنا نسعى في المثالية ونفي حدفين المثالي كلهاتنا نسعى أنه نكون أشخاص جيدين بما فيه كفاية وكلهاتنا عندنا عيوب هذا العيب إذا أنت اعترفت فيه ولا بأس أنك أنت تحاول تخلص من هذا العيب بس لكن هذا العيب طول ما هو فيك أنا ما عندي مشكلة أنك تخفيه وما أتعرض طور الناس أول شيء الناس لا ترحم ولا تبرر وإذا كان فيهم حدا يرحم ويبرر فأنت ما لقى مضطر تروج له يعني أنا ممكن يكون عندي عيب ما بشخصيتي ولكن الدائرة المقربة منه أعترف بهذا العيب لأنه أنا بعرف كم التبريرات اللي رح تنهال علي أو لن تختلف العلاقة الودية بيني وبينهم بوجود هذا العيب بشخصي ما بيتغير أما الشخص هو عم تعامل معي من بره لبره ما بيعرف نجوه ما أنا محيط بالظروف وبالتالي منك مضطرة آبد